وفي الجانب المقابل كشف مصدر مسؤول عن سعي رئيس حزب السيادة خميس الخنجر إلى عقد اجتماع سياسي سني موسع يضم كل الأطراف السياسية السنية من أجل الخروج باتفاق شامل بشأن انتخاب رئيس جديد للبرلمان قال إن قيادة حزب السيادة ارتأت مناقشة ملف رئاسة مجلس النواب مع القوى السنية الرئيسة عبر اجتماع موسع بغية انهاء حالة الانسداد السياسي والذهب إلى جلسة انتخاب رئيس المجلس بمرشح توفقي يمثل الأغلبية السنية وفي المقابل أكد النائب علي البنداوي عن التنسيقي الشيعي أن هناك توفقا سواء كان سنيا أم على مستوى القوى السياسية باتجاه انتخاب شخصية وطنية مرشحة من قبل أغلب أعضاء مجلس النواب والجلسة المقبلة ستشهد انتخاب الرئيس الجديد للمجلس موسيقى